خير يا جماعة يعطيكم العافية معكم دكتورة غادة مجموعة الواتن الدولية في دبلوم الصيدلة مادة فارماكولوجي 1 محاضرتنا اليوم لكتور نمبر ستة رقم ستة محاضرتنا رح نحكي فيها نساء الله عن الامتي سيجر دراجز طيب رح نشوف الأول شو هي الحالة المرضية لعننا السيجر شو هو السيجر اللي هو الصرع ونعرفه وبعدين ندخل على الأدوية اللي عنا طيب بحكي لي السيجر is a period of symptoms due to abnormally excessive neural activity in the brain يعني هي عبارة عن السيجر أو نوبات الصرع بنسميها لأنه لقدام رح نشوف الحالة المتفاقمة أكتر من السيجر بيكون اسمها اللي هو الإبلبسي الفكرة السيجر هو عبارة عن فترات معينة أو خلينا نحكي symptoms معينة أعراض معينة تيجي على شكل نوبات على شكل فترات عشان يكبصوا فانا هي عبارة عن period of symptoms سببها هذه الأعراض اللي رح اللي نشوفها سببها زيادة كهربائية الدماغ فعندي abnormally اللي هو بشكل غير طبيعي excessive فائض neural activity in the brain نشاطية العصبية أو الكهربائية في الدماغ بتكون أعلى من المستوى المطلوب وتضلع بستلعة من سميها abnormal غير طبيعية وهي عبارة عن هذه السمتمز أو هذه الأعراض أو ارتفاع هذه الكهربائية في الدماغ بتعطينا أعراض معينة هاي الأعراض بسموليها seizures اللي نوبات الصرع طيب outward effects vary from uncontrolled shaking movement involving much of the body with loss of consciousness يعني شوف الأعراض واحد ديامة بتكون عندي حركات احتزازية طبعا لا إرادية بتكون بتكون في بصر عندي اللي هو الحركات زي اللي الارتجاجات بتصير سببها اللي هو الانقباض والامبساط لا العضلات بشكل أكتر من المطلوب فبتكون uncontrolled غير متحكم فيها shaking movement involving تتضمن عادة معظم الجسد لكنها بتركز أكتر إشي على الأطراف يعني ملاقيها ظاهرة على الحركات وهذه الانقباضات والامبساطات بشكل أكبر في الأطراف في الأيدي في الأذرع يعني في الساقين كمان فبنشوف هذا الإشي لكن بالغالب إنه بيكون shaking لكل body مع هذه الاحتزازات بيكون إشماحة كمان اللي هو فقدان الوعي هاي أول حالة من حالات السيجر فقدان تام للوعي إضافة يعني الشخص مواعي لكن الجسمه بزرفيات وهذه الانقباضات والامبساطات فبتعطيني هذه الحركات الاحتزازية هاي الحالة من السيجر بيسمولي إياها من نوع الأول tonic-clonic seizure فنوع type 1 من السيجر tonic-clonic واحد عندي loss of consciousness اتنين uncontrolled shaking movement لاي البادي كامل وعادتنا زي ما قلتلكم بتركز على الأطراف أكثر النوع التاني أو الحالة التانية السمتمز من السيجر ممكن يكون عندي shaking movement involving only part of the body with variable level of consciousness يعني في عندي حالة تانية منسميها ليه focal seizure هاي الفوكل seizure بيكون في عندي الحركات الاحتزازية هاي أو منسميها الارتعاش أو الرجة هاي اللي بتصير فقط مش لكل الجسم بتصير فقط عندي فيه أماكن معينة في الجسم فيه part معينة في الجسم هاي في هالحالة بتكون الحركة فقط على الأطراف يعني ما بيكون الجسم كله بيهتز والاحتزازات اللي بنحكي عنها بيكون لما في حالة التونك كلونك الجسم كله بيهتز شدة الاحتزازة أكثر عندي الأطراف تمام لكن لما الجسم كله بيهتز يعني هو زي كأنه عباحكي عم بارتفع مثبسة تقريب الفكرة كأنه الجسم عم بارتفع عن الأرض وبيرجع بضروف فيه مرة تانية نتيجة انه كل الجسم بصر له هاي الاحتزازات في حالة التونك كلونك في حالة الفوكل seizure مو كل اللي بيسم بصر عليه هاد الشيكينج موفمنت فيه بارت معين فقط وكمان الكنشسنس الوعي بيكون عم بفقده ب مستويات متغيرة يعني مو شرط انه الشخص يكون فاقد للوعي بشكل تام فقدانه الوعي بيكون زي كأنه بس يعني تخلص نوبة الصريع بيكون متذكر جزء بسيط من اللي صار معه او مثلا اللي هو متذكر اخر فترة شو صار معه بس يبلش يرجع للوعي او ممكن يكون عادي ما فقد الوعي ابدا لكنه اللي هو ما وعي كيف الفكرة انه كيف مرت بسرعة لكن هو واعي شو صار معه يعني متذكر انه صار عنده هلأ نوبة صار فهاي الحالة بنسميها فعند الكونشسنس اللي اللي إلها بتكون مختلفة بتكون مختلفة طبعا حسب من شخص على شخص آخر بتختلف حسب قديش نسبة اللي صار فيها زيادة في الدماغ عنده وبنفس الوقت زي ما حكينا الشيكينج موما ما بتكون لكل انحاء الجسم مثل التونيك الكلونيك فالحالة التانية إذن اسمها الفوكل سيجر الحالة التانية منسميها الابسنس سيجر الابسنس سيجر هي اللي هو الفقدان اللحظي للإدراك للوعي بالابسنس سيجر مو دائما بصر فيه عندي شيكينج موفمنت في بعض الحالات ابدا ما بصر فيه شيكينج موفمنت بس بصر زي كأنه نوبة الصرع اجت زيادة في كهربائية الدماغ صارت عالية جدا الدماغ بيفصل زي كأنه فبيغمع الواحد وبس فهاي حالة بنسميها الابسنس سيجر إذن عندي ثلاثة أنواع وكمان الثلاثة أنواع منتشرين عادي يعني مو في نوع منتشر أكثر من النوع الثاني لا عادي حسب قديش حكينا حالة اليورالأكتيبيسي المؤثرة على هذا الشخص قديش فيه عند زيادة في كهربائية الدماغ طيب لكن في الحالات الثلاث اللي هي شيكينج موفمنت مع فقدان الوعي أو فقدان الوعي فقط أو فقدان الوعي نصفي أو جزئي مع اللي هو حركات اهتزازية معينة في كل هذه الحالات الثلاثة ستلع ما نسميها نوبات صرع طيب المدة اللي بيمر فيها الشخص في نوبة الصرع بحكيه هي لا تزيد عن التو منت يعني بالعادي هي لس من تو منت يعني أقل من دقيقتين النووي بتكون أقل من دقيقتين so most of the time these episodes بسموها الأبسود اللي هي زي الحلقات أو النوبات هاللي بتصير عندي تعطي الصرع last less than two minutes بتضل عندي بتستمر لأقل من دقيقتين and it takes some time to return to normal وماشي هي النوبة أقل من دقيقتين نفرض دقيقتين تمام لكن شخص عبد الله يرجع لحالة الطبيعية استلب شوي بياخد وقت يعني مثلا رجع له الوعي وقفت الحركات الاحتلازية عشان يقدر يرجع يقوم ويكون عادي عايش يوم وطبيعي بيحتاج له شوية وقت يعني كمان دقيقتين زي عداء عن هدول two minutes loss of bladder control may occur وهاي حالي بحكي لي إنه مرات ممكن يصر فيه عند هذا الشخص اللي فقد الوعي أو اللي مر في نوبة الصرع ممكن يصر فيه عنده فقدان للتحكم به البلدر اللي هي بالمثاني نقصد فيه اللي هو بصير ممكن يكون فيه عندنا حالة من اللي هو التبول لأنه شخص مش ويع على حاله فالفكرة كانت إنه فيه بعض الحالات بصر فيها loss of bladder control ما يسميها طال نقطة كمان عن استيجر بحكي استيجر is a problem found in or found on electroencephalogram or brain imaging يعني كيف ممكن هلا واحد صار له هاي النوبة وواحد من الأعراض بتنبأ أو ممكن آخد فكرة إنه هذا الشخص ممكن يكون عنده صرع كيف بتأكد من هذا الإشي قبل ما نبلش نعطي أدوية بحكيه اللي باستخدام electroencephalogram اللي هو مخطط كهربائي الدماغ بشوفوها ومسميها EEG اختصارها أو اللي بالاختصار يعني brain imaging يعني عم بعملوا تخطيط الدماغ لكهربائي الدماغ طال فلما يشوفوا كهربائي الدماغ هلا رح نشوفها مع بعض بناء على ذلك الطبيب بقرر أي دو يعطيه أي مجموعة بتكون بتناسبه حسب شو العراض اللي كانت عنده حسب قديش كهربائي الدماغ عنده واختلفة في نوع من السيجر اسمه الpartial سيجر الpartial السيجر اللي هو نوبة الصرع الجزئية partial يعني جزئي بحكي اللي هي عبارة عن simple سيجر cause no interruption of or to consciousness في عندي حاتي الpartial سيجر هي عبارة عن نوع من نوبات الصرع بسيط يعتبر ما بصرف عندي فقدان للوعي يعني الشخص بيكون واعي طول للنوبة بغض النظر قديش كانت الفترة الزميلة بيمتد تمتد لإلها النوبة بيكون واعي تماما على اللي بصير معه ما بفقد الوعي يصير في عنده الشيكين موفمنت غير قادر على انه يتحرك تمام لكن هو واعي شو بصير معه وعارف انه انا هلأ بمر في نوبة الصراحي وبس تنتهي وريدي هم يذكر شو صار معه وبعدين زي ما حكينا رح نشوف انه عندي تونيك كلونك سيجر اللي هو في كل الحالات فقدان الوعي تام في عندي الشيكينج موفمنت عندي فوكل سيجر بشبه التونيك كلونك لكن بدرجات أقل يعني الشيكينج موفمنت مش لكل الرسم اللي بارت معين يعني اخف من التونيك كلونك وكمان فقدان الوعي ما كان تام هو فقدان الوعي بشكل او بمستويات مختلفة الابسنس سيجر هو فقدان للوعي المومنتري loss of awareness بصير في عندي الحركات اللي هي الشيكينج موفمنت لكن ما في عندي loss of consciousness معناته الابسنس سيجر كأني عم بحك انه هو عكس الابسنس سيجر الابسنس سيجر بفقد الوعي ما في الشيكينج موفمنت الابسنس سيجر العكس في عندي الشيكينج موفمنت لكن ما بتم فقدان الوعي واضعيك فكرة السيجر عندي مشاكل في منشوف هادي العشياء وهادي التغيرات في كهربائة الدماغ وشوفنا انواع السيجر وحكينا انه نوبة الصراحة ما بتستمر لاكتر من ديتين بالعادة بتكون اقل من ديتين باللي كتير ممكن توصل 2 minutes فقط ما بتزيد عن هيك طيب نشوف الالكترو انسفالوغرافي لو بتلاحظوا معي الالكترو انسفالوغرافي او لو حكينا هي الالكترو انسفالوغرافي جرام اوريغرافي نحكي نفس الشيء اللي هو مخطط كهربائية الدماغ الـ EEG عندي بحكي لي شو هو الالكتروينسفالوغرافي EEG is an electro-physiological monotering method to record electrical activity of the brain يعني هي عبارة عن وسيلة لرصد طريقة لرصد نشاطية الدماغ الكهربائية يعني الكهرباء في الدماغ فتخطيط كهربائية الدماغ نسميها الـ EEG لو بتلاحظوا فيه الالكتروينسفالوغرافي هاي الحالة بحكي لي عبارة عن وصف الحالات مش نوبة صرع عادية نوبة صرع بشدة عالة من سميها الـ Epilepsy طب شوها الـ Epilepsy نشوفها الـ Epilepsy لو انترجمها رح يطلع للصرع لو بترجم السجر كما رح يطلع للصرع شو الفرق بينهم السجر بيكون عشكل نوباء بحدة معينة الـ Epilepsy بيكون شوي زي اللي هو صارت نوبات الصرع على فترات متكررة أكتر يعني الشدة أعلى والتكرار هذه النوبات صار أكتر من الحالات العادية يعني حالات نوبات الصرع بتصر للإنسان أو متى بتظهر تمام هو عنده زيادة في كهربائة الدماغ لكن بتطلع عنده كل فترة وفترة على أي أساس أكيد نشو بشكل عشوائي إذا مر فترة التوتر ما نام منيح في بعض الحالات أو مثلا حالة الحزن الشديد التفكير الكتير هذا الشخص عنده مشكلة في كهربائة الدماغ مر بهاي الفترة بتصر عنده نوبات الصرع الإبلبسي بحكي لما تتفاقم الحالة وتصر عنده نوبات متكررة أكتر فالإبلبسي يعني هي عبارة عن أعراض كومبليكس معقدة أكتر من سيجر بنسمي الإبلبسي اللي هو كرونيك اللي هو مرض مزمن كاركتيراز بتوصف إنه أو إلو خصائص إنه عبارة بوصفه إنه هو اللي نوبات صرع يعني متكررة فكرونيك ري كرينت سيجر نسميها الإبلبسي طب في الإلكترونسفاليغرافي اللي عنا بحكي لهاي عبارة عن حالة إبلبسي الآن في هذا البارت الحالات عندي هون طبيعية القراءات تبعت كهربائة الدماغ لو بتلاحظوا كل خطهم أو كل موجة لقراءة تيار كهربائي ماشي لوحدها لما يصير في بينهم أو قبل ما يصير بينهم تداخل لما تصير الحدة ما يسميها البيك اللي هي القمة تبعة الإنحناء عالي جداً لو بتلاحظه صار تبتع لأكتر يعني بقارن هذا البارت مع هذا البارت صارت عندي فيه عالي هي بارتفاع زيادة نزول فارتفاعات وانخفاضات بشكل كبير عندي صار بدل ما هي كانت ماشية على مستوى واحد تقريباً هون فعندي في نفس الموجة الوحدة الزيادة في كهربائة الدماغ اثنين على النقطة الأولى وعلى النقطة الثانية قدم الكهربائة اللي بصير فيه تداخل بينهم لو بتلاحظوا بطلت الخطوط ماشية لوحدة صار فيه بينهم تداخل هاي اللي حالة المسمية حالة الإبلبسي ها فيه عندي يعني السبايك المقصود فيها اللي هي الموجات والسبايك اللي هي الارتفاعات الشديدة هاي اللي هي زي القمم تبعتها والويفز ها هذه الموجات صار لها منترد باي الإي إي جي ما بجيب لكم مخططة بسألكم هل هالحالة طبيعية واللي هالحالة الإبلبسي والسيجر لكن بس عشان وضح للذكرة انه في الإلكترونسفالوغرافية أو الإلكترونسفالوغرام بتهم تشخيص الحالة كهربائة الدماغ بتكون تواجد به هذا الشكل طيب فإذا لكم يكون حكينا عن السيجر أنواعه الفترة اللي بيستمر فيها النوبة أحدى والإبلبسي اللي هي الريكل انتسيجر وعرفنا أني أنا برصد هذا الحالة بيستخدها وإلكترونسفالوغرافية ندخل هلأ على مجموعة الأدوية مجموعة الأدوية عندي أو بالأحرار رح تكون كل ماد فعالة لوحدها يعني مو مثل أدوية الضغط أدوية الضغط كنا نحكي مثلا ألفا بلوكر ويكون في عندي أكثر من نوع أكثر مادة فعالة وتم تصنيع من أكثر من براند مثلا نفس الأشي بلوكر نفس الأشي الأيس الأربس إلى آخره لكن في مجموعة السيجر المادة الفعالة هتكون وحدة مثلا الفيني توين ورح يتم تصنيع أكثر من بسم تجاري لإلها يعني أكثر من شركة مصنعة صنعتها لكن المادة الفعالة عندي اللي هي مثلا الأولى نحكي على الفيني توين الفيني توين عندي المادة الفعالة الأولى لاستخدام أو العلاج مرض السيجر بيحكي لي الفينتوين كدواب يشتغل بأنه slowing down impulses in the brain يعني بيقلل لي النبضات هاي اللي بشوفها في البرين هكي أنا في عندي زي صارت شرارات كهربائية أعلى من مستوى الطبيعي في داخل البرين في عندي زيادة في كهربائية الدماغ الفينتوين بيقلل لي هاي اللي زي النبضات بسمي أو هاي الموجات اللي متزايدة جدا slowing down impulses in the brain that cause seizure يعني بيقلل هاي اللي هي أساسا بسببها عم تصير عندي نوبة الصراح هاي بالنسبة للفينتوين بيحكي لي هو عبارة عن هو عبارة عن أقدم دواء تم تصنيعه واكتشافه ولا يسبب النعاس نون سيداتف يعني لا يسبب النعاس لو بحكي عنه sedative بنعاس أو بحكي نون سيداتف أو نون سيداتف دراج يعني ما يسبب النعاس من أثاره الجانبية بعض الأدوية بالسبب النعاس لكن الفينتوين لا يسبب هذا الشيء but it's the oldest message of anti-seizure drug الفينتوين has major effect on several physiological systems آلية تعمله بالتفصيل بيحكي لي أنه بيلعب على تغيير السوديوم البوتاسيوم and calcium conjunctins يعني بيلعب على فكرة توصيل هذه الـ ions فلاتم نعرف عشان يصير عندي انقباض وانبساط في عضلات الجسم يكون في عندي sodium بيدخل هو والكالسيوم والبوتاسيوم بيطلع هلأ في داخل الخلية نفسها إذا الصوديوم والكالسيوم دخلوا هلأ أنا والبوتاسيوم طلع أنا هلأ في مرحلة انقباض لما بدي يصير عندي عملية الانبساط شو بصير؟ بتفتح قنوات البوتاسيوم البوتاسيوم بيدخل صوديوم وكالسيوم بيطلع فبصير عندي اللي هو الارتخاء أو المسمي الانبساطة العضلة فالفكرة هون بيحكي لأن الفينتواني بيعمل على تغيير الكوندكتنس التوصيل تبع التيار الكهربائي بأنه بيغير زي كأنا بحكي فيه التراكيز هذي الأيونز اللي عنا فالتاليرت صوديوم بوتاسيوم وكالسيوم كوندكتنس ميمبراين بوتنشل بنسميها كوندكتنس ميمبراين بوتنشل بمعنى البوتنشل اللي هو التيار الكهربائي تبع الميمبراين اللي هو تبع الغشاء اللي هو التيار وين مارر عندي لما يمر بسبب هذا التوصيل فبتنقبض العضلة فالفكرة كانت انه بيغير لهذا الاشي بانه بيقلل من موجات هذه التيارات الكهربائية كمان بياثر على الكونسنتريشنو فامينو اسيتس والنيورو ترانزميترز يعني بيغير من تركيز الاحماض الامينية اللي بممكن تساهم في انها ترفع شدة او حدة التيار الكهربائي او النقل تبع هذا التيار الكهربائي كمان بيقلل او بيغير من تركيز النيورو ترانزميترز النيورو ترانزميترز اللي هما النواقع العصبية عندي نور ايبنفرن السيدالكوين والقاما امينو اللي مسميها الجابا فهدول الثلاثة النيورو ترانزميتر بيساهموا في زيادة الطير الكهربائي وتوصيله فالفين سواء لما يعمل على تغيير هادي النيورو ترانزميتر الكونسنتريشن بغير من تركيزها فبتقل عندي حدة نوبات الصرع او منغير في ايتيار الكهربائي وكهربائية الدماغ من قليلها يعني عساس انها رجع لحالتها التضيعية وبين من تعرفوا لي في نتوان كيف بيشتغل ان جنرال انه كيف بيعمل سلوين دون لهاي الامبلاسس بيأثر على صوديوم فوتاسوب كالسيوم بيأثر على القابا على النيورو ترانزميترز الأخرى النور ايبنفرن والأستيلكولاين وكمان بيأثر لي على تركيز الامينو صعب يعني على التراكيز العلاجية المقصود فيها الجرعة العلاجية لهذا الدواء يعني على الجرعة اللي صنعوا عليها تمام شافوا أبحاث كتير وعرفوا الفنتوين كيف بيشتغل وقالي يتعمله لكن على الجرعة المصنعة من هذا الدواء بدي أشوف التأثير الأكتر شو بيعمل عرفنا أنه عنده تأثيرات كتير بأثر على الصوديوم بوتاسيوم كالسيوم في هذه النقطة لكن على الجرعة العلاجية الفنتوين كيف بيشتغل وبأثر أكتر إشي على إيش بحكي لي يعني التأثير العلاجي الأساس للفنتوين يعني بيسكر قنوات صوديوم قنوات الأيوانية الصوديوم وإنهبت الجنرائشن وبمن إعادة تكوين تيار كهربائي متكرر كل ما صار عندي تكوين لتيار كهربائي نسميه أكشن كل ما صار عندي زيادة في كهربائيتي الدماء هو السبب لهذه النوبات من الصرع فأنا بقلل من هذه الأكشن فوتنشيز اللي بتتكون فأعمل بلوكينج للسوديوم تنل فبالتالي بقلل من نوبات الصرع برجع كل إشي مستوى الطبيعي باستخدام الفنتوين فنتوين is effective against partial seizure and generalized tonic clonic seizure ولاحظوا أن الفنتوين بيشتغل أكتر إشي على أي نوع من أنواع السجر حيكي أن عندي أربع عندي tonic clonic عندي الفوكل عندي الابسنس وعندي الpartial وجدون الفنتوين ولا لا تدام رح نشوف مع بعض أغلب أدوية الصرع بتأثر على tonic clonic seizure وعلى الpartial seizure طيب هاي بنسبة للفنتوين نشوف لأسماء تجاريتات الفنتوين أشهر إشي واحد عندي اللي هو ديلانتين ديلانتين عبارة عن 100 مليغرام من الفنتوين هذا كابسول وبتم استخدامه لعلاج نوبات الصرع نتقلها لأدوة الثاني الكربامازيبين الكربامازيبين آلية تعمله The mechanism of action of carbamazepine appear to be similar to that of phenytoine لا وأنه آلية تعمل الكربامازيبين بتشبه آلية تعمل الفنتوين يعني ثرابتش من التعبير يعني نفسه آلية العمل بقليل من تنشيط او من توليد هذه التيارات الكهربائية اللي منسميها الـ action potential هو نصفها بطريقة تانية انه بقليل من الفريكوني اللي هي الترددات تعتريل الـ اللي هي التيارات الكهربائية اللي بصرها فايرن على مسؤل الـ اللي تنتقل على أساس أو على شكل فبقلل من تردودات تبعتها يعني بقلل من توليد تيار كهرباء جديد وإني بعمل كمان بلوكينج على ثرابتك كونسنتريشن مقصود فيها على تركيز الكربامازيبين المصنعة عليها من سميها ثرابتك كونسنتريشن يعني على الجرعات العلاجية سواء كربامازيبين أو الفينتوين آلية العمل الوحدة كربامازيبين has been considered a drug of choice for both partial seizure and generalized tonic clonic seizure الكربامازيبين تم اختياره أنه هو الدواء الأساسي لعلاج حالات الpartial seizure والgeneralized tonic clonic seizure يعني بتم استخدام هذا الدواء بالمرحلة الأولى أو خلينا نحكي بالتشخيص الأول مباشرة عادة بتم اختيار الكربامازيبين حتى أكثر من الفينتوين شو فكرة الكربامازيبين الكربامازيبين من إيجابياته كمان إنه ما بسبب النعاس فالجرعات العلاجية اللي مصنع عليها والموصوف إلو فيها المريض ما بسبب النعاس لكن ممكن إذا زاد الجرع وريدي ندخل في toxic doses ممكن نتب وقتها مش بس النعاس أشياء الثانية فالفكرة كانت على الترابتك كرينش ولا بسبب النعاس كربامازيبين على إيش بدليلي هذا الكلام الكربامازيبين إلو فترة حياة المقصود فيها بضل في الجسم لفترة تتراوح من 8 إلى 12 ساعة بعد 8 إلى 12 ساعة ترك هذا الكربامازيبين بترجع بتقلفي داخل الجسم بتصير أقل من المستوى المطلوب لعلاج نوبات الصرع معناته أنا لازم على الأقل لو بدي أحكي كربامازيبين بضل في الجسم لـ 8 ساعات معناته لازم على الأقل أخذه 3 مرات في اليوم لكن لو الكربامازيبين فرضا على جرعة معينة بيستمر لـ 12 ساعة هو كارينش من 8 إلى 12 ساعة فرضا عند مريض بيستمر لـ 12 ساعة معناته لازم هذا المرض يأخذه مرتين في اليوم فالفكرة كانت إنه الكربامازيبين الفينوتوين آلية عملهم مشتركة تشبه بعض هي نفسها الاثنين لا يسببوا النعاص طالما آلية العمل وحدها فأكيد ما رح يسببوا النعاص لهم نفس الآثار لكن فكرة إنه الكربامازيبين بيستمر عندي وجوده في داخل ديسم من 8 إلى 12 ساعة بهم نتعرفوا لأنه لـ لـ للـ كربامازيبين وليس هالفينوتوين فهي نقطة مهمة من سأل عنا كربامازيبين طبعا هاي المجموعة عشاس إنه تشوفوا شو التركيب الأساسي للدواء بالشوية شفناك ما في الفينوتوين كان بهذا الشكل ما بسألكم عن شكل المخططات لكن عشان نصر أنكم خلفية يعني هابنسبل الفينوتوين وبينسبة للكربامازيبين بهذا الشكل لأندي حلقات ثلاث حلقات مع بعض فيندي ناتوجين وأكسجن تيغريتول وهذا مشهور في استقدام ومشهور في الأسواق والآن البتك كمان مستخدم أز كربامازيبين أز الجرق العلاج السجر يعني مشهور أكتر هو تيغريتول ننتقل للدواء الثالث أوكسكربازيبين أوكسكربازيبين الأكسكربازيبين is closely related to كربامازيبين بحكي لي كتير بيشبه أو قريب من الكربامازيبين أز يوسفل in the same سيجر كمان استعيد منه من هاذا الدواء الأكسكربازيبين في نفس أنواع السيجر اللي كان يعالجها عندي الكربامازيبين اللي هي كانت نفسها الأنواع اللي بيعالجها الفينتون اللي هي من؟ الـ Partial Seizure والGeneralized Tonical Clonic Seizure But it may or it may have an important toxicity profile وجدونه الأكسكربازيبين ممكن يكون إليه toxicity profile خاصة ليش؟ يعني نسبة خطر الإصابة السمية منه أعلى من الأدوية الثانية ليش؟ لأنه إليه أول شيء اللي يتعمله حكينا حتى لو إيفن هم بيعالجها لنفس العثار أو نفس الحالات المرضية اللي كان يمكن تخطره في شكل بسيط إضافة إلى ذلك إنه عنده half life بس من ساعة لساعتين بمعنى إنه الأكسكربازيبين نازم يتم أخده زي أكثر من مرة في اليوم عادة من هيك الأكسكربازيبين is less potent than كربامازيبين so the clinical dose of it may need to be 50% higher than those of كربازيبين كربامازيبين to obtain equivalent seizure control يعني أو تعتبر هالنقاط المذكورة هلأ من سلبيات الأكسكربازيبين أول إشي بيضل في الجسم بس من ساعة لساعتين النقطة الثانية قوته في العلاجية أقل من قوة الكربامازيبين فهو less potent شو يعني less potent؟ يعني على جرعة عشرة مثلا أو على جرعة خلينا أحكي 100 ميلي جرام الكربامازيبين بيشتغل الأكسكربازيبين لازم أضيف منه جرعة لسا أكتر من هيك على أساسي أعطيني نفس التأثير 700 ميلي جرام من الكربامازيبين لأنه هو less potent أو لو بنعطي المثال بهذه الطريقة بطريقتان عشان وضح فكرة البوتنسي شو يعني يعني على 10 ميلي جرام كربامازيبين فرضا أنا بعالج الحالة بمقدار لو بدي أوصفها بكم درجة بخمس درجات يعني بتحسن لي من الحالة بقم الدرجات الأكسكربازيبين لو بعطي منه 10 ميلي جرام ما رحي حسن الحالة إلا بدرجة أو درجتين هذا مثال لا نوضح فعلى نفس الجرعة عندي التأثير بيكون أضعف فعشان يقوم نضل نحكي لما نحكي عن دوة أنه less potent يعني قوته أقل شو الفكرة؟ مقارنة مع أدوية أخرى هذا الدوة على نفس الجرعة مع الدوة الثاني بي ما رح يطي لنفس التأثير العلاجي تبع الدوة بي فعشان أوصل لنفس التأثير العلاجي للدوة بي اللي أنا كنت عن باق دوة باستخدمه أو شاف الفائدة منه مثلا الكاربامازيبين لازم إذا بدي أستخدم أكس كاربازيبين وأحصل على نفس فائدة الكاربامازيبين أضاعف جرعة الأكس كاربازيبين فبالتالي بيحكي لي فكرة المضاعفة تبعات هذا الجرعات ولأنه هو less potent فيه إلو احتمالي من السبب للتوكسيك أفكت أعلى من الأدوية الأخرى فنقطة كما مهمة لازم ناخدها بعين الاعتبار إنه الأكس كاربازيبين is less potent than كاربامازيبين سو إذا بدي أحصل على أفكت جيد بحتاج لجرعة أعلى بمقدار 50% من الكاربامازيبين عشان أحصل على نفس فعالية علاج أو تحكم في نوبة الصرق أكس كاربازيبين appear to induce hepatic enzyme to a lesser extent than كاربامازيبين for minimizing drug interaction وجدوا أن الأكس كاربازيبين ما بيأثر على الأنزيمات بتاعة الكبد بشكل كبير مقارنة مع تأثير الكاربامازيبين على أنزيمات الكبد شو الفكرة من أنزيمات الكبد؟ نعرف أن الأنزيمات مسؤولة عن تفاعلات الكيميائية عمل متابلزم على الدوة عشان يطع من الرسم إلى آخره فبيحكيه لأن الأكس كاربازيبين تأثيره على الهيباتيك إنزام أقل من تأثير الكاربامازيبين عليه فبالتالي بحكيه أنه استخدام الأكس كاربازيبين ما رح يسبب لي لدريق دريق انتراكشن يعني بيقلل ليه هيتعتبر إيجابية ليله أنه الأكس كاربازيبين منامايزين بيقلل اللي دريق انتراكشن اللي هو التفاعل اللي ممكن يصير بين الأدوية لكن الكاربامازيبين إذا باخد هذا الدوة مع دوة تاني ممكن أنه لأنه هذا الدوة الكاربامازيبين عم بيأثر على الهيباتيك إنزام وبيحفزها فالهيباتيك إنزام رح تشتغل بشكل أكبر على الدوة التاني اللي عم بيأخده أثناء أخده للكاربامازيبين فأثر على الجرعة وممكن ما أستفيد من الدوة رقم 2 بكفاءة عالية ليش لأن الكاربامازيبين تأثيره على الهيباتيك إنزام عالي مقارن مع تأثير الأكس كاربازيبين معنى شو هي الحالة اللي ممكن أنا أحكي بدي أستخدم فيها أكس كاربازيبين مقارن مع استخدام الكاربامازيبين مع النصر تعارفة أن الكاربامازيبين بوتنسيلي له عالية التوكسلسي بروفايل له أقل لكن هل في حالة ممكن أستخدم الأكس كاربازيبين بدل الكاربامازيبين بحكي لي نعم حالة إذا كان المريض عنده مشكلة في الليفر وحالة تانية إذا كان المريض بيستخدم أكتر من دواء فعشان أنا أقلم من ممكن أستخدم هذا أوكس كاربازيبين أوكس كاربازيبين لو بتلاحظه حكينا في البداية هو للكاربازيبين لو بتلاحظه الشكل كمان متقاربين نسبيا كاربازيبين بهذا الشكل عندهون رابطة ثنائية بينما الأوكس كاربازيبين بدل رابطة ثنائية مرتبط برابطة ثنائية خارج الحلقة مع أكسجن لكن في الكاربازيبين كانت رابطة ثنائية بين 2 كاربون الأوكس كاربازيبين الأسماء التجارية المتواجدة عندي تريلبتال هذا كمان مشهور عندي أكسيتن 300 وعننا كمان الأوكسويل 300 أكتر واحد شائع في الاستخدام والتكاتب لصوله هو لتريلبتال طبعا أريدي كليا لكن الأصل أو الشركة الأوريجنال منسميها اللي بتكون عندي مصنعت لتريلبتال فالاسم التجاري هذا هتلاقوا شائع عندكم أو منتشر في الاستخدام تريلبتال بيجي بعض الأوكسيتن وبعض الأوكسويل نجح لأعلى مجموعة الاس أو بيسمعها الاسلي كاربازين شو يعني اسلي كاربازين بيحكيه لي اسلي كاربازيبين أستايت يعني اسمه اسلي كاربازين أو اسلي كاربازيبين أستايت رمزه أو اختصاره هو عبارة عن إيش هذا الدواء المصنع هو عبارة عن شو يعني برودراج شو بتذكر وذكرنا هذا المصح سابقا شو يعني برودراج إنه هذا الدواء لحد هلأ مفعال لازم يدخل على الجسم ويصير عليه تفاعل كيميائي معين ويتحول لشكله الفعال بعدين يروح يرصبط في الرسبتر ويصير فعال لعلاج حالة أو نوبات الصرع فإنجنرال أي دواء بحكي عنه برودراج معناته الدواء حاليا في التابلت اللي عندي هو مفعال لازم لما يدخل على الجسم يتحول لشكل آخر وبعدين يرتبط في المستقبل ويعطيني الفعال يتبيته لعلاج حالة مرضية معين حسب هذا الدواء لكان لأي حال طيب فبنسبة للإس لكربازبين ويسمناه إس لكربازبين أستيت أو للإس لكربازين هو عبارة عن سيجر عندي هو بارشل ولسه ما بطورت الحالة وتفاقمت لحتى أنه يصير أو أدر يسميه وصار جينرالايز اللي هو تونيك كلونيك سيجر ففي بعض الحالات بتبلش أزا بارشل سيجر وإذا تفاقمت الحالة ممكن أنه هي تتحول ل جينرالايزيشن نسميها اللي هي تعميم نسميها الجينرالايز تونيك كلونيك سيجر يعني بتغطي الشيكينك موفمينت أكبر مستحفة الجسم وبكن فيها كمان عندي أزا تونيك كلونيك سيجر فقدان للوعي فالفكرة كانت أنه البرشل سيجر إذا ما تعالج ممكن يتحول لجينرالايز تونيك كلونيك سيجر ويحكي لي الإس لكربازين بيساهم في أنه يعالج لحالة البرشل أونسد سيجر سواء هذا الشخص كان عنده تفاقم في الحالة وتحولت لجينرالايزيشن أو لساته في مرحلة البرشل أونسد سيجر ففي هذه الحالة بمكاننا نستخدم الإس لكربازيبين أسيتيت أو بإسم المختصر أكثر الإس لكربازين طب المكانزموف أكشن في كربازيبين أوكس كربازيبين والإس لكربازين أبير تو بي ذا سيم يعني الكربازيبين الأكس كربازيبين الإس لكربازين والفينوتوين كل آتم آلية تعملهم تعتبر متشابهة وكل آتم بيشتغلوا بركزول على فكرة البلوكينج للفولتج جيتد سوديوم تشنل يوهد السكير لقنوات السوديوم الأيونية لما أمنع السوديوم يدخل عندي على الداخل الخليفة بالتالي يصير في عندي قلفة الكهربائي اللي بينهم انتقل وبالتالي اللي بحكي اني بعالج حالة نوبات الصرع اللي عندنا عندنا زيبنكس وعندنا أبتيوم كأسماء تجارية ل الس ل كاربازين فإذن إسلي كاربازين اللي يسأل هو مهم نعرف هذا الاشي بعد جهات الـ آلية العمل مشتركة لكن قوة الأدوية بتختلف يعني تمام كاربومازيبين أوكسكاربازيبين الفينيوتوين الإسلي كاربازين كلهات ما عليكم ملاحظة هاي بيسكر قرمات السوديوم لكن أكيد في عندي سبترز مختلفة متوازعة في الاسم بشكل معين بنسبة معينة الـ بتنسي بين الأدوية بتختلف بتفرق فبالتالي عشان هيك عندي كل هاي المجموعة الدوائية وإلا لو كلها تنسي لنفس الطريقة فكان أصالنا خلص دواء واحد بما دفع على واحدة لكن زي ما حكينا بختلف فيه اللي هو ألية استجابة كل دواء لها هذا سبترز التابعين لإله فعب يعني معنا هذا الكلام يتعمل على تثبيت أي تيارات كهربائية غير طبيعية نفس الإشي الفينوبربيتال كمان بيقلل من سرعة انتقال وحدة انتقال التيار الكهربائي وحدة التيارات الكهربائي في داخل الدماغ بإنه بيلعب على الصوديوم يعني بيلعب على تركيز الصوديوم متواجد وبتالي بيقلل من الكوندكتنس اللي هو الاتصال والتواصل اللي هو انتقال التالة الكهربائية وشرات الكهربائية من بارت لبارت تاني في الجسم وتحديد في الجهاز العاصبي نفسه فلما يكون في عندي هذا الانتقال سريع وحدة الانتقال وحدة الشرارة الوحدة عالية شو بصير في عندي نوبات صرع فبيحكي لي ان الفينوبربيتال كمان تواجد على انه يعب على هامل الصوديوم كوندكتنس فينوبربيتال is useful in treatment of partial seizure and general stonic clonic seizure فبدلاحظة هي نقطة مشتركة بين كل ادوية اللي ذكرناها انه بتلعب هذه الادوية كلياتها على انها تعالج الpartial seizure والgeneral stonic clonic seizure شو الفكرة معناته هل هذا الادوية ما بتعالج الabsence or focal seizure بحكي ذين بلا بتعالجهم لكنها زي كني عم بحكي التونك كلونك والpartial هم المنتشرين اكتر في الحالات المرضية في كنوبات صرع وهم كمان صاحبين الحد الاعلى تونك كلونك اعلى اشي في الحد فبالتالي اذا انا الدوة تبعي بعالجة تونك كلونك اكيد اذا كان عندي نوع تاني من انواع الصرع الاخف حدة اكيد هاد الدوة كمان رح يعاللي هاد النوع من الفكرة كانت طالما الدوة عن بعالج تونك كلونك معناته اي نوع تاني كمان هاد الدوة قادر على انه يعالجه واي نوع تاني من النوبات الصراحي طب في نوع الباربيتال عنا سمبيوتال وعنا كمان الابلك سكستي كاسماء تجارية لعدوية الفينوفاربيتال طب فحد هون يجمع سلايد سيجر هو الانت سيجر يدرك بيكون خلص ان شاء الله في حدا عنده اي سوال يجمع على محاضرتنا حكينا عن الفينوفاربيتال حكينا عن الاسلي كاربازين الاوكس كاربازبين او الاوكس كاربازبين وحكينا عن الكاربازبين وابلها حكينا عن البينوتون فمجموعة الادوية بتكون هيك خلصات هاي الاهم الادوية المتواجدة والمشهورة فنكون يعرفنا شو حالة المرض عندي اللي هو السجر شو انواع وشو آلية العمل تبعة الادوية اللي بتساهم في علاج نوباط الصرق فلاحد هون يجمع في حدا عنده يسوال على سلايدنا سمعنا وقص في المحاضرة فراحطيكم بريك عشر داية وبعدين نروح على المحاضرة اللي بعدها اللي بتحكي عن ادوية الدبريشن ادوية الاكتعاب ونشوفها وناخدها وفكرة ونقارن شو الفرع بين السجر وبين الدبريشن فايا جمعنا انشاء الله عشر داية بريك بعدين نرجع من محاضرتنا لطيكم العافية طيب يا جمع يعطيكم العاشوارة ثانية نكملها لأ موضوعنا محاضرة اللي بعدها بنحكي على الانتي الانتي المقصود فيها الأدوية اللي بتعالج لمرض الاكتعاب اللي كتير بتكون هاي رقم سبعة دخلنا فيها طيب الماجور دبريسيف ديست اوردر بسميليها اللي هو الدبريشن الماجور دبريسيف ديست اوردر المقصود فيه اللي هو الاكتعاب الام دي دي بايش بت قصائصه يعني شو بتميز السكاراكترايز باي أي symptoms يعني بغي بحكي لي depressed mood most of the time for at least two weeks يعني مزاج مكتب على الأقل الأسبوعين متتاليين يعني مو شخص فجأة أمرت عليه فترة اللي هو متدايق نحكي عنده اكتئاب الفكرة أنه عندي أسبوعين على الأقل في عنده هذا depressed mood وقته ممكن نشوك أنه عنده depression ونروح نعمله تشخيص عند طبيب معين طيب or ممكن يكون عندي loss of interest or pleasure in most activities اللي هو فقدان الاهتمام فقدان الشغف في القيام بالنشاطات اللي هو كان زمان الشخص يقوم فيها ومهتم فيها يعني زمان اللي بنحكي فيه اللي هو مش مثلا أنه هو صغير كان يهتم بأشياء معينه لما كبر بطل يهتم فيها مو هذا المقصد المقصد مثلا أنه كان فيه عنده فرضا هواية معينة بيقوم فيها وفجأة بعد شهر بعد أسبوع صار في عنده فقدان الشغل في القيام بأي نشاطات أساسا والقيام كمان بالإشي اللي هو كان شغوف القيام فيه فهي كمان دلالة ممكن تكون كعلامة أنه هذا الشخص ممكن يكون بعاني من الMDD major depressed disorder أو بيحكي لي or both يعني يا أما يكون عندي depressed mood على الأقل أسبوعين أو إن هو loss of interest or pleasure للقيام بالأكتيفية تابعته أو both of them أو ممكن يكون عندي أشخاص بعانهم من الاتنين اللي هو depressed mood وبنفس الواتفقدين لا الاهتمام بقيام بالأنشاطات اليومية In addition depression is characterized by disturbance in sleep and appetite as well as a deflecting cognition and energy يعني الناس اللي بيعانوا من الاكتئاب بصر في عندهم مشاكل في النوم ومشاكل في الشهية وبالعادة بيكون في عند الأشخاص يا أما بيناموا كثير وفي أشخاص يا أما بالعكس ما بيناموا أبدا وفقدان في الشهية بيكون في أغلب الحالات يعني خاص هو ما بيجو ما بيشتهي ياكل شي حتى لو جامش مش تهي ياكل إشي فعند فقدان في الشهية أضافة إلى ذلك بيكون في عنده مشاكل في الإدراك أو بتركيز خالي نحكي ومستويات الطاقة في جسمه خلال اليوم يعني بيكون مثلا عنده طاقة الصبح فجأة بتنخفض هذه الطاقة فرجأة بترجع ترتفع إلى آخره أو في ناس لا تصحى من النوم مباشرة الانيرجي عندهم منخفضة فالفكرة كانت مو إني مثلا أكون مش منظم نومي وأكلي وبعدين أحكي أنا بعاني من اكتئاب لأني حاس حالي بدون طاقة طولة اليوم لا الفكرة أنه على الأقل أسبوعين عنده مشاكل في المود عنده مشاكل ولوس في انترست وبلجر في اكتيفزز كان يقوم فيها كمان عنده مشاكل في النوم والأبيتات والكوجنشن والانيرجي فمن هذه الأعراض ممكن نتنبأ أنه هذا الشخص بيعاني ممكن يكون بيعاني من الاكتئاب ونروح نشخص عند الطبيب طيب أو نتأكد بالأحرى عند الطبيب طيب يعني في عندي نظرية بسموها نظرية المونوامين اللي هو الأمين الأحادي هاي نظرية بتحكي عن إيش اللي هي شو فكرة كيف عرفنا أنه استيجر فكرته أنه عندي زيادة كهربة الدماغ طيب بالنسبة لل شو فكر شو نظرية شو هذا المرض يعني بيحكي لي سجست هاي النظرية بتقترح أنه أو بتفترض أنه هذا الدبريشن is related to deficiency في النيورو ترانزمتر أو في الفنكشن تبعت هذا النيورو ترانزمتر يعني بتفترض هاي النظرية أنه سابة الدبريشن هو أنه نسبة النواق العصبية في البرين أقل من مستواها الطبيعي أو هي موجودة لكنها ما بتشتغل بكفاءتها العالية فيها أنت مشاكل في ارتباط مع مستقبل تبعها فالفكرة إذن deficiency في الأمانت أو function of mean أي نيورو ترانزمتر بتهمني واحد السيروتون رمز السيروتون بالمناسبة 5HT وطلع جديد آخر فترة اللي هي بعض المكملات الغذائية اللي هي عبارة عن بيكون على العلبة مكتوبة على الكابسول 5HT المقصود فيه أنه بيكون فيها نسبة من السيروتون عشان تدعم نشاط الشخص أو طاقته خلال اليوم المهم السيروتون النور إبنفرن رمزون إي والدوبامين دي أي لما يصرفي عندي نقص في كمية السيروتون أو الرينو بريفن أو الدوبامين بيكون عندي من أحد أسباب إصابة الدبريشن فهاي نقطة مهمة نكون عارفينها أنه لما شافوا هذا العرض تضغر عن شخص وجدوا عندهم أو عند أشخاص معينين وجدوا أنه فيه أنتم خلال بهذه النيورو ترازمترز ندخل هلا على مجموعة الأدوية المجموعة الأولى بيسموليها طب هلأ في جسم الإنسان لو بتذكر لما حكينا في الأناتومي في تحديدا الجهاز العصبي أعرف أنه فيها نواق العصبية بتنتقل من خلية لخلية لبعدها طب النواق العصبية هوين تكون متخزنة تكون متخزنة في حويصلات خاصة فيها لما يصر فيه عندي أمر بإفراز هذا لنيورو ترازمترز هذه النواق العصبية بتنفرز وبتطلع من ستاك هاي تبعتها من الحويصلة أو من الكيس تبعها وبتنفرز عبر زي مسافة أو فراغ وبعدها بترتبط في المستقبل تبعها لما يكون هادي لنيورو ترازمترز ما تكون حرة وطلعت من الحويصلة تبعتها أو هلأ على وشك ترتبط في المستقبل لما يصر فيه عندي اكتفاء في المستقبل يعني المستقبل الارتبط ومستقبلات اللي عندي اكتفت خاص مثلا عندي عشر المستقبلات وعندي تم إفراز عشرين نيورو ترازمتر معينة مثلا سيراتون عشرة من السيراتون رح يرتبطوا بالعشر مستقبلات صار عندي فائد صار عندي زائد من هاد السيراتون شو بيعمل الجسم هل بتخلص منهم بحكي لي لا في عندي بوابات بتساعد على انها ترجع هاد السيراتون منسميها الري أبتيك الري أبتيك يعني اعادة الاخذ ففي عندي بوابات معينة الري أبتيك بتنفتع وترجع هاد العشرة الزيادة وترجع بتتخزن في الحويصة لمرة تانية هاد بالحالة الطبيعية طيب بحكي لي طالما عندي آلية بتشتغل بهذا الطريقة وطالما المرض اللي عندي انه في عندي نقص في إفراز كميات من السيراتون انا بثبت هاد الري أبتيك هاد البوابات بتعمل على اعادة اخذ السيراتون انا بثبتها بمنعها ترجع تفتح وتاخذ السيراتون وترجع تخزن مرة تانية معنى الكلام بخلي السيراتون يضل في الفراغ اكثر فصار عندي متاح للري سبتر اول ما ينفك عنه يور ترانزميتر معين خلصت الافكت تبعيته برجع برتبط بالتاني عشان ما صار في عندي قلة في التأثير تبع هذا السيراتون فبسموه لهذه الأدوية اللي بتسكر بوابت الري أبتيك عشان تمنع او امنع اقل من كمية السيراتون في الفراغ بسميها هذي الأدوية سيلكتف سيلكتف يعني تشتغل بشكل معين محدد بس على بوابات السيراتون سيلكتف سيراتون ري أبتيك انهيبتر يعني الأدوية المثبتة لأخذ السيراتون الرجع عبر بوابات الري أبتيك صار لسيلكتف سيراتون ري أبتيك انهيبتر رمز هذي الأدوية SSRI يعني آلية العمل للSSRI انها بتشتغل انها تثبت نواقل السيراتون وحكينا النواقل بتكون اللي هي عبر عن بوابات بتاخد بتنقل رجع بشكل عكسي يعني التخزين مرة تاني مجموعة الأدوية هاي شو هي المواد الفعالة يعني هاي مجموعة كاملة وكلاتهم مصنفين على انهم سيراتون لأبتيك انهيبتر المواد الفعالة عندي الاكتف انجريدين واحد عندي فلوكسيتين السيرترالين والسيتالوبرام هلا هدول الثلاث فلوكسيتين سيرترالين والسيتالوبرام exist as isomers and are formulated in الراسمic form يعني هذي الأدوية لما اجوا صنعوها وجودوا انهم بقدر صنعوها عشكل سوار لو تذكر ما حكينا في الكيميا الحيوية انه بعض الأدوية او بعض المواد بتكون مثلا بشكل S وبعض بتكون بشكل R شو الفكرة نفس التركيب الذري لكن توزوهم في الفراغ مختلف طريقة الارتباط مختلف بعض الريسابترز بكون عارف الشكل تباح 100% من الابحاث اللي عملوها فبيصنفوه وبيعرف ويحددو اي مجموعة في هذا الدور رح ترتبط في اي باعة على يمين ولا على اليسار فبيحددوها لهم رح يصنع S ولا رح يصنع R لكن بعض الأدوية بيكون غير قادمة على هذا التحديد فبيصنعوه لياك راسمك ميكشور اللي هو خليط بين S و R كل واحد منهم 50% نص بالنص فبيسموه لياه راسمك ميكشور الفكرة انو الفروكسيتين سيرترلي والسيتالوبرام بتكون مصنع شكل راسمك ميكشور يعني بيكون في عندي السؤار منهم البروكسيتين والفلوفاكسامين are not optically active يعني أريدي هما غير نشط ضوئيا يعني أريدي هما ما بسو ما بقدر اطبق قالهم خاصية الكاري التي ما عندهم السؤار يعني فالبروكسيتين والفلوفاكسامين كمان مجموعة السيتلاكتف سلتون ريابتك السيتالوبرام وشفناها قبل شوي سيتالوبرام فسيتالوبرام كان عبارة عن نظير S ونظير R مع بعض السيتالوبرام بمعنى بس عندي نظير S هو الموجود في داخل حبة الدواء فسيتالوبرام is the inant tumor of سيتالوبرام فوجدوا ان السيتالوبرام تمام فعال يعني الاس بس منه فعال فصمنا مدواء انه هو السيتالوبرام صح كل هاي المجموعة كل هاد الادوية هي سيتالوبرام SSRI بتشتغل بنفسها الية العامة طيب كل ادوية الامتدبريسان يعني كل الادوية بتشتغل كمضادات للاكتياب كلها رح تكون طبيعتها ما يلي انها طبيعة تعتبر عضوية نوعا ما وليست قطبية يعني ما يلي انها تكون غير قطبية عضوية بمعنى انها هي محبة لابدهون شو الفكرة عشان تقدر تخترق البلد برين بارير وصر لها امتصاص بسهولة وبعدين تلعب على تركيز هاد النيورو ترانزمتر في الدماء فالSSRIs are highly lipofilic the popularity of SSRIs stem largely from their ease of use يعني بحكي للSSRIs هما lipofilic حكيين عشان يتخطوا حاجز البلد برين بارير اللي هو كان عبارة عن حارز بين الدم وبين الدماغ عشان الدواء وهو في الدم مباشر يصر له امتصاص بسهولة ويدخل على الدماغ لازم يتخطى هذا الحاجز فعشان اتخطى هذا الحاجز لازم تكون طبيعة الماد اللي عندي lipofilic لانه هذا الحاجز طبيعة واساسا as اللي هو البيتز اللي فيه عالي عشان يصر عندي امتصاص بسهولة الSSRIs اساسا طبيعة الذرة اللي فيها هي lipofilic بيحكيلي شو يعيد او انتشار استخدام الSSRIs ليش لانها سهلة في الاستخدام امنة حتى لو تم بالغلط اخذ جرعة زيادة عن النزوم فرضا يعني واحد لازم مثلا ياخذ مرتين في اليوم اخذ ثلاث مرات في اليوم الSSRIs ما بتظهر بشكل واضح وسريع لانها سيف عالي على الاوردوز relative tolerability يعني الجسم بقدر اللي هو يتعامل معها بدون side effects كتير and broad spectrum of use وإلها مجال استخدام واسع سمي broad spectrum of use يعني على حالات الدبريشن بتفاوت المستويات تبعتها ممكن انه تكون سيليكتف سيليتون رياتيك انهبتر فعالة في الاستخدام فبالتالي هيتعتبر من ايجابيات ال-SSRI الاسماء التجارية واتوا كما مطالبين فيها هون حتى لو مش كاتبت الكمية على شكل الاستفي السلايد باسماء التجارية هاي معروف مطلوب منكم تعرفوها مثل عنا اللي هو ال-Prozac 20 Cetapad Favirin Syruxate Cipralix هذا كتير مشهور وكمان عنا الأترولوين هلأ Prozac وSipralix وFarivin اكتر اشي واحد سipralix مشهور بعدين بيجي Prozac وبعدين عنا اللي هو الفرين الفكرة انه كلها عبارة عن مين عبارة عن SSRI لكن لو بدي اشوف المواد الفعالة السipralix المواد الفعال اللي فيه هو السيطالو برام ال-Prozac المواد الفعال اللي فيه فالفكرة يا جماعة تكونوا في الاسلاد السابق عارفين الاسماء هالعلمي كلها انه عبارة عن SSRI وتكونوا عارفين انه هالاسماء التجارية تابعة لل-SSRI نجهل على مجموعتان من الأدوية بتشتغل على بوابات أخرى في الجسم بيسموه ليها Serotonin Nore Epinephrine Reaptake Inhibitor هاي البوابات بتعمل على إعادة انتصاص بالحالة الطبيعية السيرتونين والنور Epinephrine مع بعض يعني هي مو بس خاصة للسيرتونين قبل شوية اللي جفناها SSRI كانت بس للسيرتونين هاي للسيرتونين والنور Epinephrine مع بعض بحكي لهذه الأدوية اللي هي مسميها Selective Serotonin Nore Epinephrine Reaptake Inhibitor اللي هي SNRI فالاختصار كما مهم تكونوا عارفين لو سألتكم SNRI هما هاي الأدوية عارفين Selective Serotonin Nore Epinephrine Reaptake Inhibitor Bind The Serotonin للترانسبورتر السيرتون ترانسبورتر رمزها S-E-R-T-SET اللي هو السيرتون والT ترانسبورتر وكمان النور Epinephrine ترانسبورتر اللي هو النور Epinephrine والترانسبورتر ثابت المقصود فيها انه هاي الأدوية بتشتغل على نواقل النور Epinephrine وعلى نواقل السيرتون فالسبكترم تبعها صار أوسع من استخدام من السري السنري هنا مجالها أكتر فيه اللي هو الاستخدام لأنها بتمنع اعادة متصاص النور Epinephrine بتمنع اعادة متصاص سيرتون فبصفي عندي في المجال سيرتون عالي ونور Epinephrine عالي فبيعالج حالات الكتاب بهذه الطريقة طيب عنا ال بالفاكسين is metabolite والإتس المتابلات التبع واللي هو الDysfinlafaxine بغض في ذم يا تور في عالي يعني عدت الفينlafaxine يدخل على الجسم وتحول المتابلات التبع واللي هي الDysfinlafaxine كمان رح يكون لها تأثير لفترة زمنية معينة عنا كمان الDiloxetine وعنا كمان Alltså Lebo من Lasspran Lebo من Lasspran Deloxetine وفينlafaxine هم عبارة عن الـ SNRI ليفو ملاسبران هو عبارة عن The Active Inatumor of Therasmic SNRI الملاسبران يعني الدول المصنع هو عبارة عن النظير الفعال من المادة الأساسية المادة الأساسية هي ملاسبران وجدوا أنه ليفو منها هو الفعال فقط فأنا ما في داعي أصنع ملاسبران كعدوة وأعطيها للمريض وبعدين ألا أنه نص الجرعة كانت عبارة عن Dextro بدل ما هي كانت ليفو رتاتوري ولا أنه نص الجرعة تم تخلص منها لأنها غير فعالة غير قدرة في المستقبل لما ألا أنه ينانشمر معين فقط هو الفعال فصنع دو بهذه الطريقة فليفو ملاسبران هو عبارة عن وينانشمر ملاسبران وهو عبارة عن مجموعة SNRI بحكي لها عن مجموعة هو الألم الأعصاب نسميها اللي هو اللي هي مشاكل في الأعصاب بسببها بيصور في عندي ألم في الأعصاب ممكن يستخدم في هاي الحالات كمان يعني مو شرط أنه كل واحد يستخدم مجموعة يكون بسبب أنه بده علج الابتياط لا كمان ممكن نستخدمها لعلاج حالة لنيورو طيب إضافة إلى ذلك اللي هو التوتر والقلق بشكل عام نسمي الجنراليز يكون حالة من القلق والتوتر ومسيطرة على حياة الشخص ممكن نستخدمها السترس يورينيري انكونتنس السترس يورينيري انكونتنس اللي هو الثلاثة اللي بولي نتيجة حدوثي السترس عند هذا الشخص فكمان عشان نصير في عندي سيطرة على الورينيري سيستم ممكن نستخدم السيروتونين نوربنفرينري ابتاكي انهابتر الاسناري كمان اللي هي مشاكل المينوبوزة كمان السمتمز اللي بصير تظهر عندي على المرأة المينوبوزة مر بتعرف والمينوبوزة اللي هي حالة الى ما تكون سمعتوا عنها اللي هي حالة من عدم الانتظام مستويات الهورمونز في داخل جسم المرأة بعد ما تخطي مرحلة او فترة زمنية معينة من الوقت كعمر يعني عادة بتكون بعد الاربعين في ناس لا ببلش عندها حالة المينوبوز بعد الخمس واربعين في ناس بتأخر للخمسين حالة المينوبوزة اللي بصير في عندها هبات سخنة ما تجأة بصير مثلا بردانة بعد ما ترجع بتصير عندي حالة ففي عندي تفاوت او عندي خربطة في الهورمونز في الاستجابات في داخل الجسم للنسان التعب ألم في العظام مرات بتصير اللي بتكون موجودة في حالة المينوبوز فبيحكوا ليه وجدوا ان الاسنار اي مهمة لعلاج السمتم المينوبوز فمهمة تكونوا عارفين انه استناقر هي العلاج الدبريش انتما لكن في حالة التانية انها بتعالج هالهي الجنراليز انجليتي الفتسيما دوزيلا والويلور هدول عبارة عن الويلور مشهور استخدامه عبارة عن ادوية الاس ان ار اي نرجع لعالمجموعة التالية صورنا حاكينا على الاس اس ار اي الاس اي ان ار اي يجهل على مجموعة التراي سايكليك انتدبريسنت شون التراي سايكليك يعني بتحتوي على ثلاث حلقات فبسمو ليها تراي سايكليك وهذا ننتجة للتركيب الكيميائي تبعتها تراي سايكليك أنتدبريسنت برمزها تي سي اي عنا الانبرامين وعنا الميتابولا التبعته اللي هي ديسبرامين امبرامين و الديسبرامين صحب هل الإمبرامين and its metabolite and dispermine differ by only a methyl group in the propyl amine side chain يعني الاختلاف بين الإمبرامين والمتابولite تبعته والdispermine وهو وجود مجموعة مثل CH3 على السايد على السلسلة تبعته اللي هي propyl amine. الفكرة however this minor difference results in a substantial change in their pharmacological profile يعني مع أنه الاختلاف بين الامبرامين والdispermine هو اختلاف بسيط بس عندي مجموعة مثل تم اضافتها او تم حذفها من واحد من التاني قارن مع التاني مع ذلك هذا الاختلاف البسيط بيزير لي امدي او بيغير لي من الpharmacological profile خلا مشوف كيف اللي هو تأثير العلاج لواحد منهم بيكون اقوم التاني مع انه الفرق بينهم وبس موجود او عدم وجود لمجموعة مثله CH3 طب بيحكي لي الامبرامين بيشتغل كقوة على بوابات السيراتوني وعلى بوابات النور ابنفرن فاسرلترين سيراتوني وكمان نور ابنفرن ريابتك انهبتر الديسبرامين بيحكي لي هو مور بوتينت شاني مور بوتينت حكياني يعني على جرعة قليلة منه بيعطني تأثير قوي جدا مقارن مع جرعة الدوة التاني يعني على وعلى نفس الجرعات مين الاقوى عندي هو مور بوتينت انات سموت مور سلكتف نور ابنفرن ريابتك انهبتر دان از الامبرامين فالديسبرامين هو مور بوتينت ومور سلكتف على النور ابنفرن مقارن مع مين مع الامبرامين يعني الامبرامين كان بيشتغل على النور ابنفرن على السيراتوني الديسبرامين بيشتغل اكتر وبشكل سلكتف يعني بقوة اعلى على بوابات النور ابنفرن فمن عندي الاقوى اذن الميتابولايت اللي هي الديسبرامين مقارن مع الدوة الاساسي اللي هو الامبرامين عندي الديبرام وعندي كمان ديسبرامين بالاسم التجاري طبعا و بنفس الاسم العلمي اللي هو ديسبرامين وعننا كمان ديبرامي اللي هو الإبرامين مادة الفعال اللي فيه بوث of them as ريساركلك انتي ديبريسنت وساخدم علاج حالات الديبريشن فالحدة وغنية جماعة الكتيري الانتي ديبريسنت بيكون خلص وهيك مع هادة الكتيري اللي خلصت بتكون مادة فارمكولوجي ون خلصت معنا ان شاء الله نكون حكينا عن مجموعة ادوي بتشتري على الانتي هابرتنسف ايجن حكينا في المقدمة شوية عن فارمكولوجي حكينا شوية بعض اهم المصطلحات او المبادئ اللي لازم نعرفها في الفارمكولوجي شعني اغونس شعني امتاجونس حكينا عن غير الانتي هابرتنسف ايجن حكينا عن السيجر وادويته والديبريشن وادويته محاضرة اليوم حكينا عن عن السيروتون النوربنفرن ريابتك انهبتر اس ان ار اي والادويته بعتها وحكينا عن سيروتون ريابتك انهبتر اس اس ار ايز والادويته بعتها فالحد هون يا جماعة محاضرتنا خلصت ان شاء الله في حد عنده اي سؤال بخصوص ممادة اليوم سيجمع برجة بخبركم بموعد الامتحان ان شاء الله واتمنى لكم التوفي اعطيكم العافية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة